هو يعني الدين بس يعني فكرة منتخبنا الواطني مع اول ظهور مع كابتان حسام حسان وده ما كنت عايز يعني انت تجاوبني عليه هل تقييم التجربة بالنسبة لكابتان حسام حسان في اول ماتش نقدر نبني عليه للماتشات اللي جاي ولا ده اول ماتش فبالتالي لأ احنا لسه عندنا تدرج مع كابتان حسام حسان بس احنا معدناش وقت برضو خلي بالك احنا عن ماتش خلاص الرسم اللي جاي خلاص ماتش مهم ودام بوركينا انا شايف انه من الظلم ان انت تنتقد انتقادات يعني تعتبرها ناشئ دائم لكابتان حسام وفي نفس الوقت برضو ما ينفعش نقول انه في حاجة ايجابية اكيد هتستمر اول ماتش ده زي ما بتقال كده كله بيطبع على كله كده خصوصا ان انت يعني استايل كابتان حسام مختلف على الجلده كله خلاص استايل الكورة اولا واستايل الشخصية على الخط والاستدعاءات الكتير اللي من قندية من لعيبة ما كانتش بتلعب بشكل مستديم حتى لو كانت لعيبة دولية نتكلم في ربيعة نفسه بقاله مدة ما كانتش لعيبة اساسي في منتخب مازر بنتكلم في لعبة البديلة كلها اللي نزلت معظمها بتتشارك يعني المرة الاولى يا اما تاني استدعاءات اقول نتكلم في مشوكري بنتكلم في الشامي بنتكلم في لعبة كتير فانا شايف انه لا في شيء ايجابي ما انه المنتخب عايز يهاجم فعلا الشكل ده لسه ما تحددش قوي لسه ما عمضش مهم زي ما عمضش بوركينة لما يبقى استدعاءاتك كاملة ودنيتك كاملة بس هي بقى النقطة الاهم يعني امبارع او اول امبارع يوم الجمعة التغييرات بالنسبة لكابتان حسام كانت متأخرة في الدية 8 مش متأخرة خلاص يعني خلاص ماتش بيخلص يعني فهل تشكيلة اللي احنا شفناها في البداية هل هتكون هي اللي موجودة بكرة وهل هي اللي هتكون موجودة يعني ان شاء الله لو اي كل اللي عايب ان شاء الله تبقى سليم موجودة في ماتش بوركينة فاس الأولانية لانك انت بكرة عايز تكسر محمد حمدي موقوف خلي بالك انا بتخيل ان هو يبدأ بشكري عشان النقطة دي يعني شكري مثلا ممكن يبقى اختيار طبعا مؤكد ان حمدي فاتح يبدأ مكان مكان امام جنب المراوان عطية ده مؤكد لان انت عندك مشكلة كبيرة هتواجهك بكرة التلاتة بتوخط النص اللي عاملين يا كابتان اعماد كل اللي حضرتك بتتكلم في ده جموديرتش وكوفازيتش وبروزوفيتش هو ده مركز التغلي فعلا بص هقولك بقى حقولك قبل ما تطلع الفاصل بروزوفيتش عامل 96% دقة تمرير وكفارديول 91% وكوفازيتش 97% اه تلاتة جايبين مضموعة طب كله كله جايب طب اه لا تلاتة ممتازين لكن انت فتبقى محتاج فعلا انك تدخلهم في معركة بدنية ما تدهومش الكرة كتير وعشان كده حمدي فاتحي مهم جدا في ماتش زي ده شايف شكري هيبقى ليه دور متأكد ان شكري هيبقى ده ليه دور شايف ان سويتشايد تريزيجي وعمر مرموش دي ممكن تتكرر او ان هو فعلا ياخد اختيار بمصطفى فاتحي مكان واحد فيهم يعد المرموش ناحا تاني ويبدأ بتريزيجي تريزيجي انا بشوف دايما انه لما بيجي مدكة بيكون احسن طب ما يبدأ بالتلاتة ويقعد افشا ممكن يبدأ بالتلاتة ويحط افشا الدقة يعني لو حط حمدي فاتحي مع مروان وحط مصطفى فاتحي في مكانه والتريزيجي مثلا او مرموش واحد يلعب عشرة بتتفع في العمق باثنين لعيبة انا شايف ماهنا دلوقتي انا بقولك على التلاتة دولة تبقى على التلاتة دول مشكلة ماهنا دلوقتي هاي دي الفكرة ان هو يلعب بتلاتة يعني عندهم واجبات دفعية اكتر عشان التلاتة اللي احنا بتتكلم عنيهم تفضل ضغطهم بحيس ان انت ما يستحوزوش بالشكل الكبير ده او بقى يلعب زي ما اعماد بيقوله تبقى يعتبر مخاطرة كبيرة هي مخاطرة بس انت يعني اولا كرواتيا الماتش ده فاترن ماشيين عليه السنين اللي هو ماتش التونس ده لما بيبقى فريق اضعف منه بياخدوا الكرة عنده بس هم عندهم مشكلة حتى لما بيواجهوا كبار اوروبا انه ما بيجيبش جوان كتير اصلا هو ما عندوش تلاتة هجوم كده يعول عليهم او ما جابش سترايكارات تي الا من بعد منزوكيتش ما يعني كان اهم اللي عايب في منتخب كرواتيا في مركز تسعة فهو دايما عندهم النقطة دي لما بيلعبوا البرازيل بيلعبوا اسبانيا بيعملوا نفس الشيء ما بيتلقوش الاهداف فبكرة هتبقى يعني عينفى ان انت تروح له هتروح له كتير هتقول لي انروح له زي بالتشكيلة بالنسبة لك كابتن احمد في فكرة ان انا ابتدي بمين في نص ملعب عشان اقدر اواجه منتخب هو الافضل حقيقة في نقل الكرة بشكل صحيح